بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويقول جل في علاه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حين نتتبع مادة الرزق في القرآن الكريم والآيات التي تكلمت عنها ندرك أن الله سبحانه وتعالى جعل الرزق بيده جل في علاه لا يتحكم فيه أحد من خلقه لأنه لو تحكم فيه أحد لمنعه سائر الناس الرزق القضية التي تشغل أزهان الناس جميعا الرزق المعضلة التي ربما يفكر فيها الكثير وربما سببت الأمراض والبلايا لكثير من الناس الرزق مكفول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الرزق حق مثل نطق أحدكم هل يشك أحد في أنه يستطيع النطق؟ لا يشك في ذلك أحد فكذلك أمر الرزق لا ينبغي أن يتشك فيه ولا ينبغي أن يشك فيه أحد الرزق بيده جل في علاه هو الذي يوزع الأرزاق هو الذي يعطي ويمنع هو الذي ينعم على عبد من عباده وهو الذي يقبض عن عبد من عباده كل ذلك لما يراه جل في علاه من حكمة في إعطاء بعض العباد وحكمة في منع بعض العباد والرزق أيها السادة الكرام ينقسم إلى قسمين ظاهر للأبدان وباطن من العلوم والمعارف فالرزق قد يكون طعاما وقد يكون هداية وقد يكون توفيقا وقد يكون نجاحا وقد يكون ذرية وقد يكون زوجة وقد يكون مالا وقد يكون صحة كل ذلك من أنواع الرزق التي يجود الله سبحانه وتعالى بها على عباده لا ينبغي للعبد أن يشغل نفسه بأمر الرزق لكنه ينبغي له أن يشغل نفسه بأمر العمل ينبغي أن يتقن عمله ينبغي أن يجتهد في عمله ينبغي أن يكتهد من أجل تحصيل الرزق الحلال يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدوا ما عليكم وسألوا الله الذي لكم قم بعملك الذي كلفك الله إياه كلما كنت متقنا لعملك كلما فتح الله عليك باب الرزق لا تشغل بالك بقلته أو كثرته فلربما كان بعض الناس معه الكثير من المال لكنه ليس سعيدا لأنه لم يستشعر نعمة الرضا وهذا رزق آخر ولربما كان مع بعض الناس القليل من المال لكنه في غاية السعادة لأن الله أنعم عليه ورزقه نعمة الرضا اشغل نفسك بإتقان عملك اشغل نفسك بأداء ما كلفت به اشغل نفسك بالاجتهاد في التحصيل تحصيل كل خير إن كنت تجيد عملا فاجتهد في عملك وإن كنت لا تستطيع فأدي ما تستطيع واشكر الله سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار وأكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرسل الله سبحانه وتعالى إليك رزقك أينما كنت وسينعم الله سبحانه وتعالى عليك بالرزق إذا اكتهت وإذا أخذت بالأسباب وقمت بما عليك من أدوار يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس يعني سيدنا جبريل نفث في روعي يعني في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني تجملوا في الطلب يعني صبروا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء رزق الله أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته أيها الإخوة الكرام علينا أن نقوم بأعمالنا وأن نؤديها على خير وجه وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى الرزق الحلال والكفاية للعيال والله سبحانه وتعالى قدير عالم مطلع بيده ملكوت كل شيء هو الذي يرزق سائر العباد هو الذي يرزق سائر المخلوقات وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمورنا وأن يوسع أرزاقنا وأن ينعم علينا برضاه إنه سبحانه وتعالى كريم جواد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته